مرحبا أنا عمر ملة من غرفة أخبار إيتغلوب فارنا بالغارية قام علماء من الدنمارك جرينلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتحديد عمر أسماق قرش جرينلاند باختبار عدسات أعينهم وذلك باستخدام الاختبار بالكربون المشع 14 وهي الوسيلة التي عادة ما يستخدمها علماء الآثار لتحديد عمر الآثار التاريخية تستفيد هذه الوسيلة التي يتم استخدامها من حقيقة أن تجارب التفجيرات النموية في الغلاف الجوي التي حدثت في الستينيات تركت مقدارا ضئيلا في عدسات عيون الكائنات البحرية وذلك وفقا لمقياس تاريخ الكربون المشع والذي تلقى مخترعه ووليارد ليبي جائزة نوبل مقدار الكربون المشع الذي وجد في النباتات والحيوانات النافقة يتيح بحساب عمر الحيوانات حيث أن مقدار الكربون المشع كمثل باقي المواد النووية يذوب مع مرور الوقت بمعدل معين ولهذا السبب قرر الباحثون تطبيق طريقة التاريخ مع حيتان وأسماق قرش جرينلاند فقاموا بأخذ عدسات أعين سمكة قرش تم صيدها مصادفة بالتقاطها خلال استعراض الأسماق السنوي الذي يقيمه معهد جرينلاند للمصادر الطبيعية وتبين أن متوسط عمر أسماق القرش هو 272 سنة وقرر الباحثون أن الحيوانات وصارت لعمل البلوغ أي توقفت عن النمو عند عمر 150 عاما أسماق قرش جرينلاند ليست من الأنواع المهددة بالانقراض وتلك الأنواع غير محمية ويستخدم لحمها في الطبق الوطني الأيسلندي بعد أن يخمر ويجفف على مدار الأشهر شكرا للمتابعة للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا إلى اللقاء